119. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين الحمد لله العزيز الحكيم الذي قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم قسم عباده إلى قسمين منهم طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى إحدى الدارين دار النعيم ودار الجحيم فمنهم من عصمهم من الذنوب فهو على طريق مستقيم ومنهم من قضى عليه بذنوبه فهو عليها يقيم ومنهم من تردد بين الأمرين فالعمل للخواتيم خرج موسى راعية فعاد وهو كليم وخرج ذنون مغاضبة فالتقمه الحوت وهو مليم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما فأصبح خاتم الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أحباء الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة قرآنية وما أجمل أن نسهر مع كلام ربنا عز وجل ونسهر من خلال السهرة القرآنية عبر السيرة النبوية العطرة ويطيب لي أن أرحب بالأعلامي والعلماء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيف الدين من علماء مدينة بلبيس ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بفرع أبي حماد شرقية وأستاذ العقيدة والفقه واللغة بمعاهد أنصار السنة مرحب بك فضيلة الدكتور برك الله فيك جزاك الله خيرا وخيرا جزاك نورت الصهر القرآني أحسن الله إليك برك الله أرحب أحبائي بفضيلة الشيخ محمد لبيب من علماء طنطة ومدرس الفقه بمسجد فجر الإسلام مرحب بك فضيلة الشيخ نورتنا في الصهر القرآني أحبتي في الله نتكلم عن الإسراء والمعراج وفي الله عز وجل نختم الكلام عن الإسراء والمعراج في هذه الحلقة الرابعة على التوالي وقد أخرج الشيخان الدروس والعبر واللآل من خلال سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال تلك الرحلة العظيمة والشيقة والجليلة التي ذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسري به وعرج به إلى السماوات العلم وتوقفنا في اللقاء السابق ونحن نتكلم عن مراء النبي صلى الله عليه وسلم أي الآيات التي رآها في تلك الرحلة وكان الدكتور محمد سيف الدين حفظه الله تعالى كان يتكلم عن الربا حيث كلمنا عن بعض المراء الصعبة وشرع بعد ذلك وتكلم عن خطورة الربا وتكلمنا عن معنى الربا لغة وشرعا وذكر دليلا لضيق الوقت سوف يكمل بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع الخطير جدا وكما وعدناكم في اللقاء السابق أتكلم بإذن الله تعالى وأناقش الشيخان عن هذه المسائل التي تمس المسلمين في الواقع ولم لا ونحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور محمد سيف الدين قبل أن نشرع ونكمل ما قد أسلفناه آنفا يعني أحب أسأل فضلتك لماذا يصر الناس على الحرام يعني حضرتك مثلا ذكرت في اللقاء السابق الآية والحديث على حرمة الربا والتعامل بالربا بعض الناس بكوا وتابوا لله عز وجل وهذا جميل والبعض يعني يسمع الكلام وقلبوا حجر يعني تقوله قال الله وقال الرسول فضلا عن أن يكمل الآية والحديث لكنه يعني لا يتأثر فقبل أن نشرع في هذا الأمر دكتور عن عزم فضلتك يعني أنا عايز أعرف ليه الناس لما بقوله كذا لا يتأثر القلب تفضل يا دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم وبعد فإن الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك علمنا الله تعالى أن نقول في كل ركعة من كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم ثم نؤمن عليها بقولنا آمين رجاء أن يستجيب الله عز وجل منا ذلك الدعاء آمين لأن الهداية لا تكون إلا بيد الله نعم ولأن الهداية أمر عام وفيه خصوصيات فالهداية العامة أن ينشرح صدرك للسير في هذا الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين ثم الهدايات الخاصة أن تهدى لكل عمل بخصوصيته وأن تهدى للتوبة أو الإقلاع أو البعد بداية عن كل ما يغضب الله عز وجل فإذا ما عرضت لك فتنة من الفتن كالربة أو كأكل مال حرام بصورة من الصور الأخرى أو فعل معصية محرمة فإنه لا يعصمك من هذا إلا الله فإذا كنت دائما الصلة بالله عز وجل والثقة بمولاك والتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن تلك الثقة وهذه الصلة بالله عز وجل دائما هي التي تعصمك أو يعصمك الله عز وجل بها من الزلل من الوقوع في المعاصي نعم أما الذين يقعون في الربى ولا تأثرون بالمواعظ فهؤلاء الذين قصت قلوبهم لقلة صلتهم بالله عز وجل وإذا ضعفت الصلة بالله قصت القلوب وكما يقول ابن قدامة في موعظته لولده يا بني إن الرجل المؤمن لا يتأثر بالموعظة القليلة فتحركه تجاه الله عز وجل أما الرجل إذا قصى قلبه فإنه يحتاج إلى المواعظ تلك المواعظ حتى تحرك ذلك القلب القاسي سلم يا رب ولا يقص القلب إلا بالبعد عن الله بسبب معصية الله نعم فهي علاقة متداخلة بين المعاصي نعم وبين الوقوع في المعاصي وأسباب الوقوع في المعاصي نعم إذا رانت المعاصي على القلوب فغلفتها وقست تلك القلوب زادتها بعدا عن الله فزادتها عدم توفيق من الله عز وجل نعم أما إذا أراد الإنسان بداية الطريق فأقول بداية الطريق حتى يلين ذلك القلب لذكر الله ويتأثر بالموعظة في الله وبالله نعم فلا بد أن يبدأ أولا بالاستغفار ليزيل تلك الذنوب الله ليعود إلى الله عز وجل بقلب نقي طهور فتؤثر فيه المواعظ من أقل كلمات نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح للحق صدورا آمين آمين يا رب العالمين أما عن خطورة الربع دكتور خطورة الربع كما أسلفنا إخي الحبيب فقد ورد ذكره في القرآن الكريم بالترهيب الشديد نعم فمثلا قول الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وبمناسبة هذه الآية نعم أقول لكل من يتعامل بالربع نعم بل الإنسان على نفسه بصيرا نعم ولو ألقى معاذيرا هذه الآية أخاطبك بها يا من تتعامل بالربع نعم بل الإنسان على نفسه بصيرا لأنه يدري نعم ما تحدث له من مشكلات فكثير من الناس يقول منذ أخذ هذا القرد الربوي من البنك أو تعامل بطريقة ربوية والبلاية تل والبلاية تتوالى عليه وخاصة في تلك الموعيد التي أخذ فيها المعاملات الربوية صدقت الله دكتور فهو بصير على نفسه نعم وحسيب على نفسه فليتق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة على مر العصور من التعامل بالربع فيقول صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح الربى ثلاثة وسبعون بابا يا الله الربى ثلاثة وسبعون بابا أدناها أقلها أقل هذه الأبواب جرما مثل أن ينكح الرجل أمه في البيت الحرام سلم يا رب سلم أقل هذه الأبواب وإن أربى الربى يعني أعلى أبواب الربى نعم أن يربي الرجل في عرض أخيه سلم يا رب فكأن الغيبة والنميمة هي أعلى درجات الربى وأقل درجات الربى أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام أعذنا الله وإياه سلم يا رب سازنك دكتور معنا الأخت مو عبد الله من القاهرة السلام عليكم أيها عليكم السلام عليكم فضل يا أختي تفضل يا أمه عبد الله سمعك تفضل أخذنا أكرم بس على حقات الكرد تفضل أخذنا أخذك أريد أن يعمل الكرد على طبع الوظيفة بتاعته نعم أمي عندنا الشأك ولا في أوليوة نوم ولا في سبيل ولا في حاجة خالص وهي نايمين في الأرض نعم فهو ألا أن أعمل الكرد أشخاطر إيه هيجيب يعني يمنى شأتنا طبع الوظيفة بتاعته فأنا أريد أن أعرف حاضر يا أختي إن شاء الله سمعي الإجابة عبر التليفزيون حاضر أكمل يا دكتور الفضل فهذه الحديث وأمثالها التي يخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سابق الإشارة إليه نعم باجتنبوا السبع الموبقات والحديث عند البخاري ومسلم نعم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها أكل الربا نعم من الموبقات يعني المهلكات نعم التعامل بالربا من الأمور المهلكة التي تهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة نعم فإذا لم يتحر الإنسان التعامل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل فكيف يلاقي الله سبحانه وتعالى نعم وكيف يبارك الله عز وجل له في رزقه كيف يبارك له في صحته كيف يبارك له في ماله كيف يبارك له في عياله كيف يبارك له في حياته إن لم يكن يجتلب تلك البركة من الله عز وجل وإن العبد لا يحرم الرزق بالمعصية يفعلها فلابد أن يكون فاعلا لكل طاعة يستجلب بهذه الطاعة الرزق الحلال حسنت يا دكتور الله يبرك فيك الشيخنا الشيخ محمد لبيب يعني أمتعتنا في اللقاء السابق باسلوب جديد وجميل جدا في السيرة وهو الدروس والعبر والحكمة وكلمة ليه أو شمعنا يعني كانت دي من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي استفدنا من حضرتك فيها في اللقاءات السابقة طبعا حضرتك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى ثم الثانية الرابعة وهكذا كان جبريل عليه السلام يستأذن يعني السؤال هل السماء أبواب حقيقية ولماذا يستأذن جبريل أعني أوليس الله قد أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل هو المنوط والمكلف بهذه الرحلة لماذا يستأذن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كثير من الناس يتسأل هل للسماء أبواب وهذا من الغيبيات التي نؤمن بها وإن لم نرها فإذا ما جئت له بدليل من القرآن كأنما ألقم حجرا يكذبه في السنة فإذا ما أتيته بدليل من القرآن انتهى الأمر الله عز وجل يقول في سورة النبأ وفتحت السماء فكانت أبوابه القرآن ذكر أن للسماء أبواب والحديث ذكر أن للسماء أبواب فهذا من علم الغيب والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب في كل حركة وكل شيء حدث في الإسراء والمرق من ورائه دروس وعبر من الدروس والعبر أن جبريل يستأذن ليوصل لنا أدب الاستئذان الرفيع فهناك درسان في هذه اللقطة الاستئذان هذا أدب قيل له من قال جبريل ومن معك قال محمد أَوَقَدْ بُعْسَ إِلَيْهِ عليه الصلاة والسلام قال نعم هنا أدبان الأدب الأول أدب الاستئذان الرفيع وهو موجود في صورة النور مبسوط يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتها الغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فأدب الاستئذان موجود وهو من شرعتنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أدب الأدب الثاني إذا قيلني المستأذن من لا يقول أنا لأن أنا لم تعرفه كأنه ما قال شيئا لذلك ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال جئت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال من فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وكأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام ليه لأنه من قال أنا فلم يعرف نفسه يقول أنا فلان بكنياته أو باسمه فيعرف نفسه فإذا معرف نفسه أصاب السنة وإذا لم يعرف نفسه لم يصب السنة فهنا نتعلم أدبين من فعل جبريل عليه السلام يوصل لنا هذه الأداب الأدب الأول أدب الاستئذان الأدب الثاني أن من يقال له من يقول فلان ابن فلان أو يعرف نفسه أو أبو فلان فهنا أدبا نتعلمهما من هذه اللقطة من جبريل عليه السلام طيب هل يا شيخنا لو أردنا أن نسقط على الواقع هل جل الناس الآن عندهم أدب الاستئذان؟ المفروض في المسلم أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي القرآن صلى الله عنه أدب الاستئذان جاء في سورة النور نعم والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه يعني قال لأحد أصحابه أخرج إلى هذا فعلمه أن يستأذن نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظريا وعمليا علم أصحابه هذا الأدب الرفيع ليه؟ لأنما جعل الاستئذان من أجل النظر نعم فعدم الاستئذان سيجعل الداخل يؤذي ويؤذى نعم يؤذي إذا نظر إلى عورات وهو في نفس الوقت يؤذى لا رجب يصدق على الباب وتلاقيه يعني يكاد يكون داخل لحتى من الأدب أن من أطرق الباب يعني يقف عن يمينه أو عن شماله نعم ولا يجعل بصره داخلا قبله نعم فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر فمن هذا الأدب أيضا أن يقف على يمين الباب أو على يسار الباب ولا يجعل بصره يتقدمه في الدخول طيب لو قال لي ورجع يا شيخنا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا أنا أصبحت لحضرتك وقول لك أنا يسار المجاة أرجع إزاي ده أنا بطلع في قناة الحافظ أقول لي رجع تفعرف أنا مين إزاي أرجع لو تأدن بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي القرآن وإذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا وربما يكون في الرجوع أفضل من الدخول ربما لم يتهيأ البيت الاستقبالي أحسن والبيوت عورات نعم أحسن تشاهد نتأسى بما قاله شيخ محمد لبيب ونرجع استأذنك يا دكتور إلى الأخت أم عبدالله من القاهرة لأن هي سألت سؤال في سياقي حلقتني يعني كنا نتكلم أن بعض ناس دكتور يقول لك طب أنا هاقترض من البنك عشان مخمصة عشان ضرورة إيه هي الضرورة فيها يقول لك أنا عايز أبني البيت التاني أو عايز أجوز ابني أو عايز مثلا نجيب الدش فهي الأخت أم عبدالله من القاهرة بتسأل بتقول إن زوجها موظف وإن الأساث البيت حرارة كسمت السؤال تفضل إن أقول إيه الأختنا أم عبدالله الحقيقة أن التكاليف الصرعية أوامر من الله سبحانه وتعالى نعم ينبغي أن يقف عندها العبد المؤمن الذي يخاف الله تعالى نعم وهو يأتمر بأمر الله خشية العقوبة من الله عز وجل نعم ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى فهو وقاف المؤمن وقاف عند حدود الله نعم وهذه التكاليف وهذه الأوامر الشرعية لا تتحول لا يتحول الحل إلى حرام أو الحرام إلى حل إلا بضوابط وضعها الشرع ولم يضعها أحد لنفسه من ذلك مثلا تحريم الربا هل يجوز أن يتحول الربا إلى حلال؟ لا طب هل هناك ضرورة تحول الربا من حرام إلى حلال؟ الضرورة التي أناط بها الشرع تحويل الحرام إلى حلال نعم هي إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة والموت نعم فإذا أوشكت النفس المعصومة على الموت والهلكة ولم يكن في إنقاذها إلا شيء من الحرام جاز استعمال ذلك الحرام لأجل إنقاذ تلك النفس المعصومة طيب هستعزينك الدكتور هاد ربنا فيه بمعنى هستعزينك مع ذلك في أخ سألني النهاردة وقال لي دلوقتي أنا مثلا عندي ابني أو عندي مشكلة علي شيك وهتسجن يدفع يسجن وروحت الكثير من الناس عشان خطر أخذ منهم سلف قرد فأبوا فهل يجوز له هل هذه ضرورة؟ يعني إذا الكلام دي ينطبق يعني الكلام حضرتك ينطبق على هذا المثال أم لا؟ ضرورة نقول يعني مثلا إذا كان الرجل سيموت من الجوع نعم وليس أمامه إلا ميتة والميتة حرام تمام فقال أهل العلم يجوز له أن يأكل من هذه الميتة ليس مطلقة ما أكل شيء بقى برحتي بقى لا وإنما يأكل بما يسد الرمق ويبلغه إلى الطعام الحلال تمام مثال آخر رجل يموت من العطش نعم وليس ماء حوله نعم ليس إلا خمر نعم فهل يجوز أن يشرب من الخمر والخمر حرام نعم إذا كان سيموت من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أيضا بما يسد الرمق مش كوبة والتي مرة تلات ويوصله يعني ويعينه نعم إلى أن يصل إلى الماء أي إلى الحلال تمام فإذا كان هذا المثال الذي ضربته فضيلتكم إذا كان سيصل الإنسان إلى الموت نعم فما ينقذه من الموت جاز نعم بالقدر الذي ينقذ من الموت نعم لكن إن لم يكن موتا سجن نعم ما المانع عن يسجن نعم يسجن ولا يأكل حراما نعم يسجن ولا يقترض ربا لأنه إن اقترض الربا لأجل دفع السجن فإن هذا الاقتراض يجلب حرب الله تعالى عليه نعم فلا يتحول ذلك الحرام إلى حلال أبدا فليس هناك في حياة المسلم ما يسمى بالضرورة من أجل التعامل بالربا نعم إلا إذا كان يعني نظر المثال متعلق بالربا إلا إذا كان أسرة ستموت هلكة من الجوع نعم ولا سبيل أبدا من مد الأياد للتسول يعني إن وصل الأمر لأنه لا يجد عمل نعم ولا يجد شيء ولا يقوى على شيء ولا أحد يعطيه ولا سبيل إلى أي شيء من الأمور الحلال نعم فإن اضطر إلى التسول جاز له التسول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيز لمن يستحق ذلك فإن تسول ولم يجد وإن سرق إن سرق بما يقوت به عياله لا تطع يده فيما يقوت به عياله الله أكبر إن كان محتاجا نعم إن سرق من أجل هذا وطبعا هو لما هيسرق من أجل التقويت هيسرق القليل الذي يكفي نعم من أجل القوت نعم إن لم يجد ما يسرقه فجاز له أن يعلو بالحرام أكثر من ذلك مثل التعامل بالربا من أجل أن يحصل على أقل المال نعم للوصول إلى الطعام الذي ينقذ به هلكة نفسه أو هلكة عياله من الموت في غير ذلك لا يجوز دكتور بالنسبة للمسألة السجن ممكن السجن مثلا يقول قائل يتعدل لخمس سنين سبع سنين وربما يقول أنه يحوله إلى مجرم يعني الشاب اللي هيسجن ده دي بعض الأقاويل حركة ترد عليها يعني بالإقرار أو بالإنكار يقولك مثلا أنه هيسجن كم سنة وده شاب وممكن مثلا أن الشاب ده يحول أنه يبقى مجرم أو يتعرف على مجرمين فالرد على هذا الكلام ماذا نقول الرد على هذا الكلام أن العقوبة قد شرعت من أجل رضع الآخرين الذي يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإنه يتلفه الله عز وجل أما الذي يأخذ كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله فهذا الرجل أخذ أموال الناس أراد إتلافها بدليل أنه وصل به الأمر إلى السجن والسجن إتلاف له وإتلاف لحياته وإتلاف لأخلاقه فهي عقوبة وتعزير من ولي الأمر لهذا الشخص الذي يريد إتلاف أموال الناس فالأصل أن الإنسان إذا ادان دينا لابد أن يكون عنده النية في أداء ذلك الدين فإن كان صادقا في نيته فإن الله عز وجل سيؤدي عنه ونحن نتعامل مع الله تعالى وليس السجن في هذه الحال أبدا بضرورة تؤدي إلى الاقتراض الربوي أبدا لا يباح ذلك والله أعلم حسنت دكتور جاءني سؤال أيضا في هذا المدمار يعني تقول أخوها ضحك عليها لها امدي عشان تبقي ضامنة ومضاه على شكات برضو ورح هو تعامل بالربا وشرب الخمر وصرف الفلوس وهي أصبحت الآن برضو إما أن تقترض بالربا لأنه ما فيش حد رضي يسلفها وحاولت أنها تتسول أو ما إلى ذلك فليس لها سبيل فماذا تفعل؟ يا أخي الفاضل لابد أن نغلق من حياتنا ما يسمى بالربا تمام لا يوجد في حياتنا ما يسمى بالربا أحسنت دكتور لها أن تلجأ إلى أهل الخير وأهل الصلاح وستجد في المسلمين بفضل الله وهم كثر ما أكثر من يتصدق ما أكثر الدور التي أقيمت لأمثال هؤلاء للمساعدة والوقوف إلى جانبهم وإنقاذ أمثال هؤلاء وإن كانت صادقة مع الله وأنصح كل من يقع في مثل هذه المآزق أن يديم الاستغفار فإن الاستغفار يفرج الله عز وجل به جميع الهموم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وغنين ويجعل لكم جنات وهيجعل لكم أنهار ربنا هيديها أموال تسد ديونها ويجعل لها جنات ويجعل لها أنوار فضلا عن الديون التي قضتها فلابد للإنسان أن يكون مصدقا بما جاء من عند الله عز وجل فالإيمان الصادق بكل ما جاء من عند الله هو الذي يحل جميع المشكلات فإذا أدمنا الاستغفار فإن الله عز وجل يزيل جميع الهموم وفي الحديث وإن كان ضعيفا لكنه ينبثق من هذه الآيات الكريمة من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب نحن لا نتكلم خيالا وإنما والله نتكلم يقينا واقعيا وحقيقيا فالله عز وجل قادر على أن يحول حيات هؤلاء البؤساء إلى سعادة تام إذا حولوا هم حياتهم من قطيعة بالله إلى صلة بالله عز وجل أحسنت يا دكتور بارك الله فيك ربنا بارك في حضرتك سنعود لفضيلاتكم في قضايا كثيرة تشغل المسلمين شيخنا شيخ محمد لبيب أتحفنا بفائدة من فوائد الإسراء والمعروض تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حلقة نعم وأنت ذكرت في الحلقة الماضية هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخرج لم يجد البراق نعم إن لم يربطه نعم فقلت لك هذه عادة نعم والحقيقة من وراء ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا شيئا وهو أعقلها وتوكل نعم لما جاءه الأعراب وقال يا رسول الله أعقل الناقة وأتوكل أم أتركها وأتوكل نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعقلها وتوكل صلى الله عليه وسلم فإن التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب ذلك لأن التوكل هو عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل الجوارح ولا تعارض بين عمل القلب وعمل الجوارح الجوارح تعمل والقلب يتوكل ويعتمد على الله عز وجل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لأمته أن يتوكلوا وأن يأخذوا بالأسباب فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وإلا ترك الأسباب طعن في الشرع وترك التوكل طعن في الإيمان سأزينك يا شيخنا معنا الأخت محمد بن بني سويف السلام عليكم الأخ محمد معلش أنا ما سمعتش الأخ محمد بن بني سويف السلام عليكم وعليكم السلام أهلو تفضل يا أخوي الحبيب سمحت أنني سمع يعني السفط إيه السلام عليكم سمعني كده آه كده سمعت تفضل يا أخي الحبيب أنا عندي مشكلة شخصية نحتاج كده عم الشيخ فيها تفضل تكلم أنه عم الشيخ فيه كان عندي مشكلة بتاع بيت ورف نعم الجماعة عندنا في إخوات اللي هو يعني إحنا ستنين أخوات اللي أمه من أم الثانية الأخ محمد معذرة إن شاء الله عاود لاتصاله وأنا سمعك بإذن الله تعالى أكمل يا شيخنا الحبيب السلام كان أغلب أسفاره بالليل نعم والسير بالليل له فضيلة يعني من حيث الطبيعة نعم أن الليل له نسمات والجو فيه بارد نعم ومع النسمات والجو البارد ينشط الإنسان في السعي وفي المشي نعم من غير إرهاق ولا شمس ولا شيء من ذلك نعم خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا سرطي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أن الأرض تطوى بالليل نعم فالإنسان يسير بالليل أضعف ما يسير بالنهار نعم في نفس الزمن نعم الذي يسيره بالنهار سبحان الله وكان إشارة لطيفة أن المعراج الإسراء والمعراج كان بالليل ما كان بالنهار أكيد وكلمة أسرى تعني السير ليلا نعم كلمة أسرى تعني السير ليلا نعم ومن تلك الفوائد أيضا فضل الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مره بالنبي الله موسى نعم وقال أنه فرض عليه خمسون صلاة قال إن أمتك لا تطيق فإني جربت الناس قبلك نعم هذا يعطي أيضا فائدة أن التجربة تعطي خبرة نعم والخبرة المبنية على التجربة تكون أعلى من مجرد المعرفة النظرية يعني ليس ليس من درس نظريا كمن مارس عمليا فهذه أيضا فائدة أستعزنك الشيخ نعواليش الأخ محمد من مصورة سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرزاك شيخ يا مرحب بيك الله يخليك يوم لو سمعتنا أن تسأل يا شيخ بس ممكن أقوله تفضل حبيب كانت يعني مرأة كده فجنته نعم 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 ربنا وبركاته نعم الله يفتح عليك يا شيخ محمد ربنا وبركاته أنا لدكتور محمد سيف هنعود لقضية حكم بيع التقصيد أنا بشتري مثلا التلاجة مثلا فوري بألف جنيه وإست بألف ونص بشدي زيادة هل هذا ربا؟ بعض الناس يقول لك التقصيد حرام وبعض الناس يقول لك التقصيد حلا فيعني نريد يعني أن نستوضح ذلك من فضلاتك تفضل بحقيقة إن كثير من أهل العلم أجرى اسم الربا أجرى اسم الربا على كل المعاملات المحرمة نعم يعني كل ما ورد من بيوع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أدخلها العلماء في معنى كلمة الربا نعم ومنها صورة من صور البيع المحرمة هي صورة بيع العينة نعم وهذه الصورة تفصيلها أن الرجل يذهب إلى التاجر نعم فيشتري منه مثلا على سبيل المثال غرفة نوم نعم ويقول له بكم هذه الغرفة يقول بعشرة ألف نعم وبالتقصيد يقول له باثني عشرة ألف نعم يبقى بعشرة كاش كاش وبتناشر عاجل يعني نعم وبتناشر تقصيد تمام فيقول له طب أنا هاخدها بتناشر تقصيد تمام نعم عشر تلاف مثلا يقول له طب هات العشر تلاف يدي له العشر تلاف ويمشي عليه اتناشر ألف جنيه نعم يبقى عليه ورق باثناشر ألف جنيه وهو في جيبه عشر تلاف جنيه نعم هذه الصورة في حقيقتها تعامل بالربا نعم فقد أخذ عشرة ألاف نعم وسوف يرد اثنى عشر ألف اثنى عشر ألف تمام يبقى هو هيرد أكتر مما أخذ يبقى دي صورة التعامل بالربا نعم وادخل غرفة النوم وسيط في التعامل الربوي من أجل الوصول بالحيلة سبحان الله إلى التعامل الربوي التحيل على من فهذه الصورة بهذا الشكل نعم سماها أهل العلم بيع العينة وهي عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي نهى فيه عن بيع العينة نعم طبعا حديث النهى عن بيع العينة نعم يبين أن البيع بالتقصيد أصلا حلال تمام فعندما أشتري شيء بالتقصيد بالصورة الطبيعية الصحيحة هذا الشراء في حد ذاتي يعني أنا أشتري غرفة النوم بـ 12 ألف نعم شلت غرفة النوم ومشيت نعم وباع لي 12 ألف بالتقصيد كل شهر هدفع مبلغ نعم هذه الصورة لا شك أنها حلال تمام صورة التقصيد لا شك أنها حلال ليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع العينة نعم وبيع العينة هو بيع مترتب على البيع بالتقصيد نعم فلو كان البيع بالتقصيد أصلا حرام لنهى عنه من باب أولى مطلقة وطرك أن نهى عن بيع العينة أحسنت لكن لما نهى عن بيع العينة المترتب على البيع بالتقصيد كان ذلك دليلا على أن هذا البيع في ذاته حلال تمام فيجوز البيع بالتقصيد وبمناسبة البيع بالتقصيد لابد من شروط حتى يصير البيع بالتقصيد حلالا نعم ما هي الشروط دكتور ما هي الشروط أولا ألا يقع المسلم أثناء البيع بالتقصيد في حديث النهى عن باعتين في باعة تمام بمعنى أنا راح أشتري غرفة النوم نعم الراجل قال لي أو راح أشتري سيارة نعم فقال لي هذا البائع السيارة دي بخمسين ألف عاجل وبسبعين ألف لو هتدفع عشر تلاف قصة البائع نعم فأنا لازم أوضح أقول له والله أنا هدفع مؤدم كذا هيقول لي تبقى في الإطار ده السيارة هتقف على سعر سبعين ألف مثلا تمام وهتدفع كل شهر كذا بهذه الصورة هشتري السيارة وأمشي خلاص كده البيع سليما تمام لكن لو جيت بعض يومين قلت له والله أنا مش هقدر أدفع نعم المبلغ دوة است لكن قدرت أتصرف لك في الخمسين ألف تفضل بقيت التمن العربية بصورة الكاش أو بصورة العاجل يعني نعم وإلغي البيع بالتأصير سأذنك يا دكتور معنا الأخ عرفة من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب يا أخي الحبيب تفضل السلام عليكم وبركاته حبارك الشخياتر تفضل أنا بالوقت جبت الخارس ها هذا ما هو كفارة أو حاجة من هذا القبيل يعني سؤال جميل نعم تحواطر تحواطر يا خارس إن شاء الله أكمل يا دكتور سط beginning أنا اشتريت للوقت السيارة بصورة التقصيط نعم فجيت بعد يومين أشتريت غرفة النوم بصورة التقصيط او اشتريت التلاجة بصورة التقصيط نعم فأجيب بعد يومين وأقول له خد الفلوس كلها اللي هي تمن الفوري تمام خد الفلوس كلها أهي وإلغي موضوع التقصيط دا خالص تمام أصبح أنا اشتريت التلاجة مثلاً مرة بالتقسيط ورجعت اشتريتها هي نفسها مرة بالفوري تمام وهي التلاجة شيء ايه واحد يبقى حاجة واحدة جرع لها بعتين لو جات لفروس كلها دكتور البيع الاولانية ألغناها نعم والبيع التاني عايزين نمضيها تمام ففي الحالة دي أنا اشتريت ببيعتين وهي بيع ايه تمام دي صورة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام حلها ايه نعم حلها لو انا عايز الغي البيع بالتقسيط ارجع التلاجة لصاحبنا نعم واخد العرضون اللي دفعته ونقطع الورق يبلغين البيع الاولى تمام وبعد كده اجري باعة ثانية اشتري بالفوري تمام دي طبعا الصورة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن يتق الله نعم فهو يسير بذلك نعم يبقى اول شرط من شروط ان انا اشتري بالتقسيط بالصورة الحلال ان ما يكونش في بيعتين في بيع واحد نعم تاني شرط وده اللي بيقع فيه كل الناس نعم للأسف الشديد الا من رحمة الله نعم انه ما يكونش فيه شرط في عقد البيع اللي هنشتري بيه السيارة او غيرها ما يكونش فيه شرط ان لو انا اتأخر في قسط من اقصاد نعم البيع اللي علي مفوض ادفع كل شهر الف جنيه نعم فانا فيه شرط علي لو اتأخرت في شهر من الشهور يبقى الالف جنيه مش هدفعه الف جنيه هزيد النسبة هدفعه زائد الفايدة المتفق عليها في بداية التعاقد نعم يعني الالف تندفع الفمية اول شهر لو اتأخرت شهرين يبقى الف ميتين وعشر لو اتأخرت تلت شهور يبقى الف تلتمية واربعين مثلا يعني نعم وهكذا تجد ان كل ما اتأخر القسط بي ايه بيجي عليه غرامة ازود وازود نعم فهذه الغرامة من قبيل التعامل بالربع حتى لو حتى لو نعم هأسدد الاقصاد في مواعيدها فمجرد وجود هذا الشرط في بداية التعاقد نعم يجعل التعاقد تعاقد ربوي نعم ولا يجوز التعامل بتلك الصورة يبقى عشان اتعامل بصورة اسلامية صحيحة ما يكونش فيه شرط ان القسط اللي اتأخر عليه غرامة ما يكونش الشرط موجود تمام حتى لو سأنفذ ذلك الشرط ولا اوقعه يعني مش هتأخر ابدا نعم يعني هيخلص التعامل من غير ما يكون اخرت ولا قسط لكن وجود الشرط في بداية التعاقد يجعل التعاقد ربويا الله اعلم احسنت يا دكتور شيخنا الشيخ محمد لبيب ذكرت كلام جميل جدا يعني منذ قليل وقلت ان سيدنا موسى يعني اشار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بامر التخفيف لانه وجرب الناس طب سيدنا محمد لم يطلب منه النصيحة هل يجوز يعني نتعلم من ذلك هل يجوز ان انا يعني اعطي النصيحة لمسلم دون ان يطلبها مني هذا الموقف يعلمنا هذا الامر نعم وهو بزل النصيحة لمن يطلب ولمن لم يطلب نعم لان النصيحة واجبة على المسلم تجاه المسلم يعني اذا رأى مسلم بمسلم شيء نقيصة او شيء من ذلك او بثيابه نجاسة واجب عليه ان يبلغه بها نعم سواء علم بها او لم يعلم الطرف الاخر يعني نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قيل لمن نعم قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وخاصتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذه النصيحة بزلها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى النصح لكل مسلم نعم النبي بيعه على الاسلام والنصح لكل مسلم فكان جرير رضي الله عنه لا يبيع بيعا الا عرف عيبة نعم عملا بهذا الحديث نعم وفي مرة رأى جرير ابن عبد الله رضي الله عنه رجلا اشترى ناقة نعم ورأى عيبا بالنقة لم يفطن له الرجل نعم فاستدعاه وقال له يا ابن اخي اشتريت هذه الناقة للظهر ام لللحم نعم قال بل اشتريتها للظهر يعني للركوب وليس للزبح قال ان فيها عيبا ان في خفها نقب نعم وانت لم تره فعد بها فعاد بها الى البائع فانقصه مئة درهم من تمانها نعم يعني كانت بربعمية بقت بتلتمية نعم فعاد الرجل هذا الى جرير ابن عبد الله وقال لقد افسدت علي بيعتي نعم فقال له جرير رضي الله عنه اني بايعت رسول الله صلى الله سلم من على الاسلام وعلى النصح لكل مسلم سازنك الشيخ نعمان الأخت داليا من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل نعم نعم تمام تتركم عليه طبعا فايدة الرهباوية حاطر طب حضرتك في مشكلة تفضل يجب اكبر انه هو يعمل استكمال قرد عن طريق شغله بفايدة يعني تعتبر حضرك مقلنة قلونا ليها 6% أو 7% كده قليل يعني تجارية نعم اقل ما يكون نعم اه حضرتك بحيث ان هو يقدر يسدد ثمن العربية كأنه يسددها كاش الباقي اللي تضله تحاضر فمقابل ان هو ما يفضلش يتعامل بسوبر ربا يعني انهم ما يزودوا عليه الأقصار نعم تحاضر يا أختي حاضر ان شاء الله يعني يستمعي إلينا عبر التلفز سنجيبك بإذن الله تعالى تفضل يا شيخ وفكانت هذه النصيحة أن نرجع إلى ربك واسأله التخفيف نعم فإن أمتك لا تطيق ذلك نعم لماذا فرضت خمسون نعم وخففت إلى خمس نعم هذا فيه بيان لفضل الله سبحانه وتعالى نعم فالله عز وجل يتعامل مع العباد بالعدل وفوق العدل الفضل والإحسان نعم فأراد الله عز وجل أن يبين لعباده أنه يعاملهم بالفضل وأن الحسنة بعشر أمثالها نعم ولذلك جاء في القرآن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نعم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها نعم وأقل التضعيف نعم العشر لأن هناك ما هو فوق العشر نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل نعم في كل سنبلة ما يتحبة والله يضعف لمن يشاء نعم وقال أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم فإذا فعلها كتبت له عشرة نعم وفي السيادة بالأحاد ومع ذلك هذه الأحاد تربع على الحسنات فكيف يكون شأن هذا وكيف يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى نعم فويل لمن غلبت أحده عشراته ولا يهلك على الله إلا هالك نعم فإذا يعني الله عز وجل عامل الناس بفضله وإحسانه ومع ذلك هناك هلكة فما بالك لو عاملهم بمجرد عدله كم يكون عدد الهلكة نعم فالله كريم سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالمزيد ويعملهم بالفضل والإحسان نعم هذا أيضا درس مستفاد من الخمسين وقال أمضيت فريضاتي وخففت عن عبادي فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر هذا هو المراد من وراء هذا الدرس أنها ستكون خمس في العمل وخمسون في الأجر ورغم ذلك لا يطيقون الخمس فماذا عساهم إن كانت خمس خمسين لو كانت خمسين كم يكون عدد المقصرين نعم يعني هي خمس وهناك مقصرون فما بالك لو كانت خمسين كم يكون عدد المقصرين في حق الله سبحانه وتعالى وأنهم لو عبدوا الله عز وجل لليلة ونهار كما تفعل الملائكة في السماء لقالوا يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك نعم حسنة يا شيخنا ربنا بارك في حضرتك شيخنا الدكتور محمد سيف حركة ذكرت أن الرجل راح يشترى قدوة نوم بعشر طلاف جنيه مثلا ومضى الورق ولم يأخذها وبيعها في نفس الوقت وهذا اسمه بيح العينة وهذا محرم طيب يا دكتور سعد بقى بيروح يشتري قدوة نوم أو بيشتري جهاز أو تلاجة وياخدها فعلا ويروح لتاجر الثاني خالص ويبيعها وبيسموها في اللغة الدرجة حرق الأجهزة ما حكم ذلك الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فضل الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاة ويرجح ما أنه إن نوى أن يبيع قبل أن يشتري إن نوى البيع قبل الشراء فإنه لا يجوز له ذلك ما وهي بيعينة إن كان في نيته أن يبيع قبل أن يشتري فليس له ذلك وهذا بيع عينة لكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك إن تغير الحال التاجر نعم فاشتريت من تاجر وبيعت لتاجر آخر نعم فأجاز جمهور أهل العلم ذلك والله تعالى أعلى وأعلى أحسنت يا شيخنا الأخت مو عبد الله من القاهرة الأخت دالية من القاهرة بتسأل بتقول أن زوجها حرق سمت سؤال زوجها شار سيارة بالقسط وعين الظروفه تعثرت جدا فهو دلوقتي مش قادر يسد القسط ده فممكن تتراكم عليه الأمور الربوية أكثر فأكثر فهل يجوز له أنه ياخد قرد بضمان وظيفته بقيمة أقل عشان خاطر يعني يسدد هذا الذي وقع فيه يعني إذا كنا تعرضنا للتعامل بالربا بسبب الجهل وعدم المعرفة وهذا ذنب آخر يعني الإنسان لابد أن يكون عالما بحلية أو حرمة التعامل قبل أن يدخل فيه لا يجوز للمسلم أبدا أن يدخل فيه أي أمر قبل أن يعرف هذا الأمر أين موقف الإسلام من هذا الأمر لابد أن يتعلم أولا فإن وقع فيه شيء بجهالة كما فعل هذا الأخ وقع في التعامل بالربا بجهالة فلابد إن صادفته أو قابلته مشكلات أثناء ذلك التعامل لابد أن يرجع الأمر إلى تلك المعصية وشؤمها فإذا أراد أن يحل هذه المعصية التي تجلب عليه هذه البلاية فجلبت عليه التعصر في أداء ذلك الدين فليس له أن يحلها بنفس الجنس من المعصية حتى لا يقع فيه مشاكل أكثر وأكثر لابد أن يكون الإنسان عاقلا لقد تعاملت بهذه الطريقة فجلبت لي هذه المعاملة بسبب جهلي أني تعاملت بالربا جلبت علي المآزق المادية فلم أعد مستطيعا للسداد وهذه مشكلة فهل أعالج المشكلة التي جلبت علي المآزق بمشكلة من جنسها أنني أعاملها بطريقة حسنة بمشارع الله عز وجل لابد أن أفكر في الوسيلة ولن يعجز الإنسان إذا اتقى الله وأراد الحلال لن يعجز أن يجد أبداً لن يعجز أن يجد حلاً سليماً شرعياً مرضياً لله عز وجل فلا يفكر أبداً في طريق حرام وإن فكر في قرد بفائدة أقل 6% 7% 1% 0.5% كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل قرد جر نفعاً فهو ربا أي أن كان ذلك النفع فكل قرد جر نفعاً فهو ربا فلا يجوز للإنسان أن يحل المشكلة بمشكلة أخرى لكن عليه أولاً حتى تحل المشكلة أنصح هذا الأخ وهذه الأخ أولاً حتى تحل المشكلة لابد أن نتوب إلى الله من المعصية السابقة ومن تمام التوبة أن نجدد العزم مع الله على أن لا نعود لمثل هذا ثم نستغفر الله دوماً ونكثر من الاستغفار فسوف يجعل الله عز وجل لكل عسر يسرى ولكل ضيق مخرجة ومن يتق الله يجعل له مخرجة هذا كلام الله هذا كلام الله هو اليقين هو الصدق هو الحقيقة الله الذي يدبر الحياة ويدبر الشؤون كلها هو الذي يقول لي حل المشكلة في قربك من الله وليس في زيادة قربك من الشيطان أحسنت يا دكتور ببرك الله فيك إذن يعني زوج الأخت داليا بنقوله أنه لا يجوز لك مطلقاً أن تعالج الخطأ بخطأ من جنسه كما تفضل الدكتور محمد سيف الدين شيخنا شيخ محمد لبيب الأخ محمد من المنصورة بيسأل بيقول أن في مرأة زنات وقعت في الكبيرة الزنا وتابت إلى الله عز وجل وتألمت نفسياً جداً فماذا عسى أن تفعل؟ تعمل إيه؟ يجب عليها التوبة في الحال والستر على النفس نعم فليس للإنسان أن يفضح نفسه إذا ستراه الله سبحانه وتعالى نعم ويحسن توبته وإذا أتى بكبيرة فليأتي بحسنات كثيرة إن الحسنات يزهبن السيئات وحشي قتل حمزة وهو في جهليته نعم وأراد أن يكفر عن هذا الزنب الكبير بقتله لحمزة نعم فذهب وتعمد أن يقتل مسيلم الكذاب رأس كبير في الكفر نعم وفي الردة وقال قتلت خير الناس نعم في جهليتي وقتلت شر الناس في إسلامي نعم ليكافئ تلك بتلك فيجب على من فعل زنب الكبيراً أن يفعل حسنات كبيرة نعم لتغطي على هذا الزنب ويحسن تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى بعد نسل ما بيخطوء يا شيخنا بيقولك خلاص أنا وقعت في كبيرة فلن يقبل الله صلاتي ولن يقبل الله عبادتي يعني بيبقى عنده يأس يقولك خلاص أنا كذا بقيت وحش خلاص فهل فعلاً ربنا عز وجل ممكن يقبله ويحول هذه السيئات إلى حسنات هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن أي زنب وإن تفاحش وإن كسر وإن تضاعب فلابد أن التوبة تجب ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسنت يا شيخ شيخنا الشيخ محمد دكتور محمد سيف الدين الأخ عرفه بيسأل بيقول أنا وقعت فعلاً في الربا أو أخ وقع فعلاً في الربا وفعل الحرام خلاص الموضوع خلاص يعني خلاص أنا غلط أعمل إيه في كفارة الربا نفسه أو في هل أعمل إيه؟ كفارة الربا أن يقول أستغفر الله العظيم نعم وأن ينخلع من المال الحرام كيف؟ يعني لو قدر أنه يسد الأقصاط مرة واحدة مثلاً ولا إزاي؟ بالنسبة لسداد الأقصاط طبعاً عليه أن يتخلص من هذا الباب بأي طريقة لكن بطريقة حلال وليس بطريقة محرمة وإلا ما يستطيع يعني طرق المحرمة أن يقول ضع وتعجل نعم يعني يأتي إلى المرابي ويقول له أنت لك ألف جنيه تأسيط خدت منه مية ويخلص من باقي قال له لا نعم ما ينتفعش هو عليه ألف جنيه تأسيط يدفع الألف جنيه تمام فإذا تسامح المتعامل معاه وطرك له شيئاً من نفسه دون شرط عليه إجازة ذلك نعم انت عذره نسده مرة واحدة فيكمل الأقصاط لكن تأديباً له أن يؤدي كل ما عليه تأديباً له يؤدي كل ما عليه حتى آخر قرش في نهاية التعامل نعم نعم حسنت يا دكتور شيخ نشيخ محمد لبيبي الوقت فيجري معكم بسرعة جزيزة جداً وطبعاً إحنا نفركنا وعدنا للمشاهدين إحنا يعني عندنا أسئلة كثيرة جداً حقيقة فسأزينكم بقى نعمل حلقة يعني خامسة ولا إيه رأيكم الحقيقة يعني أن مسألة الإسراء والمعراج قد استفدنا منها كثير من الفوائد وفيها فوائد كثيرة جداً نؤجل الفوائد الأخرى إلى العام القادم إنساء الله تعالى إنساء الله تعالى مع الاحتفاظ بمعلومة بدأنا بها وهي أن الإسراء والمعراج لم يرد فيه حديث صحيح أبداً في أن الإسراء كان في رجب ولكن الحديث الوارد عن ابن عباس وهو حديث حسن عند الإمام أحمد أنه كان في الثاني عشر من شهر ربيعين الأول أحسنت يا دكتور شيخنا شيخ محمد لبيب في دقيقة واحدة تكلمنا أربع حلقات في الإسراء والمعراج ونحن نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي دقيقة ماذا نقول للناس يعني كيف نتأسى بسنة النبي حقاً نبقىش بتوع كلام بس إزاي فعلاً نكون فعلاً نطبق السنة من خلال دراسات إلى هذه السيرة تفضل يا شيخ في الحقيقة أن السنة فيها أقوال وفيها أفعال للرسول صلى الله عليه وسلم فالأقوال نطبقها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به في أفعاله عليه الصلاة والسلام هناك أفعال وهناك تروق فما فعله الرسول نفعله وما تركه نتركه فالسنة هناك سنة فعلية وهناك سنة تركية بل ربما يكون اللسان الحال في تطبيق السنة أبلغ من لسان المقال فحاله رجل في ألف أبلغ من ألف يعيزونا رجلاً واحداً يعني أحسن تشوف في دقيقة واحدة دكتور محمد كيف أكون سنية نعم بارك الله فيك يعني نحن نلتمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التطبيق والاستفادة في حياتنا العقدية وحياتنا الفقهية وحياتنا في التعاملات فحتى أكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أكون متعلقاً بالقرآن الكريم متعلماً لسنة سيد المرسلين وأرشد إخواني إلى حسن قراءة كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام بن القيم عليه رحمة الله أحسنت يا دكتور يعني ما أسرع أن يذهب الوقت سريعاً سريعاً يعني هؤلاء علماؤنا ربنا يبرك فيهم يا رب أحبتي في الله إن شاء الله تعالى في اللقاء القابل بإذن الله تعالى في نفس هذا الموعد الموعد نلتقي بحضراتكم ونتكلم عن دروس وعبر من تحويل القبلة متى حولت القبلة؟ ولماذا حولت القبلة؟ وهل تحويلها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام تقليلاً لشأن المسجد الأقصى؟ وما هي الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نتعلمها من تحويل القبلة؟ وما هي البدع التي يحدثها كثير من الناس أو جل الناس في ليلة النص من شعبان؟ انتظرونا بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل وأحجز مقعدك من الآن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته